أهلا بكم في مثل في العرب مشهور جدا معظم النار من مستزغر الشرر وفي لعبة انتو بتشوفوها من زمان قوي جيل بتاعنا كان يحب يتفرج عليها لعبة الضمن المتتالية اللي هي جيبه مجموعة الضمنة كبيرة كده ويحرك واحدة فتوقع اللي بعدها واللي بعدها توقع اللي بعدها انتو عارفين اللعبة دي اللي أحكيلكو ده أحكيولكو دلوقتي ده لعبة الضمن المتتالية القصة بتبدأ بإيه؟ بواحد مكسل يعمل أكل في البيت أو يعني متجوزوا واحدة مكسلة تعمل أكل في البيت أو بيشتغلوا الاتنين بره فما بيعملوش أكل في البيت كويس أوه فبيضطروا يأكلوا من بره لما بيأكلوا من بره الأكل اللي بالبرة ده فيه حاجات غلط كتير قوي ولقعدنا نتكلم عنها هنتكلم لغاية بالليل لكن من ضمن الحاجات الغلط الكبيرة في الأكل اللي من بره أنه بيعمل تلابك معاوي وبيعمل حاجة من اتنين لإما يعمل إسهال جامد لو كان فيه تلوث أو بتاع أو هو نفسه فيه مواد بتتخدم قوي ومن الجسم عبال بقى ما يفهمها لأنه أكل من بره فيه مواد صناعية يعني يعمل إمساك مزمن فأنت بتاكل من بره على طول أو كتير فأنت هتلاقي نفسك الجاز الهضمي عندك ماشي في اتجاه من اتنين أو الاتجاهين مع بعض إمساك يعقوبه إسهال أو إسهال بعده إمساك ورايح جاي بقى ببن المحطتين دول دول المحطات اللي ممكن تعمل شرخ الشراجي والشرخ الشراجي لما يحصل ممكن يؤدي إلى مشاكل عنيفة جدا إنه هو بيزود الإحساس بالألم أثناء التبرز فيعمل إمساك فالإمساك يعمل شرخ الشراجي ودوريني يا لامونة يا لامونة دوريني أو يعني توها بقى شوفوا القصة بدأت من إيه من حضرتك أو حضرتك كسنت تعمل أكل في البيت وطلبت أكل بقى إيه من بره فالقصة انتهت بيعمل حالة جراحية الكارثة بقى إنك ما تعانيتش لازم تروح للدكتور لأ فيه ناس كثير قوي بتستحمل وبتتألم وقال إيه تحت عنوان خايفة أروح للدكتور تعالوا نشوف هل الناس دي من حقها تخاف تروح للدكتور ولا لأ النهاردة اللقاء ممتع للغاية وزي ما قلتلكم عنوانه هل معظم النار يعني النار الجمدة قوي دي معظم يعني النار العظيمة بدايتها شرارة من مستصغر الشرر الحاجات التفهى اللي احنا بنعملها ممكن تؤدي إلى مشاكل عنيفة تعالوا نفهم مع بعض مع الاسم القدير وضيف العزيز اللي بسعد جدا بقبوله دعوتي وبستمتع بحواره العلمي اللي دايما تحت عنوان السهل الممتنع علم مميز للغاية باسلوب رائع وراقي وهادئ جدا جدا يناسب كل الأفهمة كل العقول ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم القدير في هذه المجال لأستاذ الدكتور محمد مجد النجار عضو الكلية الملكية لجراحين الإنجليزية والمدير والمؤسس لمؤسسات عيادات هيموكيور والمحاضر الدولي والمدرب المؤتمر لجراحات الشرج والمستقيم الزميل والصديق العزيز أهلا بيك أهلا دكتور عيف محمد مجد قبل ببدأ بالشرخ الشرجي عنوان الأول تعريف الشرخ الشرجي بس وإحنا بنعرفه هالمعظم النار من مستصغر الشرج؟ طبعا وكلام صح مية في المية الشرخ الشرجي هو حاجة بسيطة وحاجة سهلة زي ما هنعرفها كمان شوية لكن إهماله أو إنك ما تعالجوش كويس أو إنك ما تروحش تتعالج منه بشكل سريع يعمل حاجات أكبر منه بكتير وأخطر منه بكتير تعالى نقول إنه الشرخ الشرجي برضو عشان الناس تبقى عارفاه هو عبارة عن تمزق أو قطع في الأغشية المخاطية اللي داخل فتحة الشرج ربنا بيخلق لنا فتحة الشرج وفوقها المستقيم والحاجات دي من جوة متبطنة بحاجة اسمها أغشية مخاطية حاجة زي طبقة زي شفايفنا من جوة كده اسمها ميكوزة أو الأغشية المخاطية ودي طبقة رؤياء جدا السيناريو الحراج صراحته بالضبط هو تقريبا السيناريو اللي بسمعه في العيادة طوال الوقت إذا مريض حتى هو بيقول كده أنا كنت بستعجل فكلت أكل من برة أنا كنت في شغل فمش عارف عملت إيه فكلت أكل صعب شوية أو حاجة فجاله دور من أدوار الإمساك الشديد أو الإسهال الشديد يعني الاتنين يعملوا مش زي ما الناس فهم هو الإمساك يعمل شارخ الشرجي والإسهال يعمل شارخ الشرجي فإذا كان المريض دخل للتغوط وعنده دور أو نوبة من نوبات الإمساك الشديد شوية أو حاجة فأثناء السترينج ده أو أثناء محاولته لدفع الفضلات بشكل عنيف شوية أو حاجة يتعور الغشاء المخاطي يتعور يعني الجرح جرح عادي جدا زي اللي بيحصل في إدينا أو بيحصل في رجليننا وإحنا بنلعب ولا راحين ولا جايين فيحصل جرح داخل الغشاء المخاطر الشرج فيبقى يتعور زي ما هو على الصورة اللي موجودة دي بيحصل شق كده حتى في بعض البلدان يسموه شق شرجي وعندنا يسموه شرخ شرجي ويحصل إنا الفشر ده في بداية الحكاية هو حاجة في منطقة البساطة وليها تايم فريم للعلاج يعني إذا حصل شرخ شرجي النهار ده وقدامي وقت قد دي أتعالج منه بالدوى أخف وينتهي وما يحصلش حاجة تانية ست أسابيع وست أسابيع ده رقم مكتوف في الكتب كده لعلاج الأكيوت إنا الفشر أو لعلاج الشرخ الشرجي الحاد لو سبناه بعد كده هيتحول الشرخ شرجي مزمن إذن فالشرخ الشرجي هو قطع في الغشاء المخاطي جرح جوه الشرج من جوه كده لازم نعالجه على طوله عشان ما يعملش مشاكل أكبر منه يعني بيه الأسباب التامية بقى؟ الأسباب غير الأكل فاصل أو اللي مساكل إسهال؟ طبعا حاجات كتيرة جدا ودروري نعرف إنه الشرخ ده أو الجرح ده هو الشرخ زي الدائرة عشان نعرف أسبابه لازم نعرف هو هيجي فين في الشرخ فهيجي انتيريور يابوستيريور يعني للاحية فوق لناحية الدائرة هي الدائرة هتعاني قول إنه الشرخ زي الساعة فيحصل عند الساعة 12 يعني انتيريور لفوق يابوستيريور عند الساعة 6 لتحت الشروخ الشرجية اللي بتحصل فوق وتحت دي شروخ اسمها typical fashion يعني ده العادي اللي هنلاقيه عند كل الناس التقليدي التقليدي ده يحصل بقى نتيجة الإمساك أو الإسهال أو بعض أمراض الحوض شوية اللي فيها ضغط على أمراض الحوض أو حاجة أو يحصل عند السيدات ساعة الولادة مثلا أثناء المحاولة الولادة أو الطل إذا ما بيسموه أو الحاجات لزي كده يحصل تمزق في جدار الأخشية المخطئة لكن فيه نوع تاني اسمه اللي مش العادي اللي احنا نشوفه اللي بيجي في الجنبين يعني يجي عند الساعة تلاتة أو يجي عند الساعة تسعة وده لي أسباب أربع خمس أسباب منها الـ HIV الـ AIDS ومنها الـ Tubercloses الضرم السل بالزبط ومنها السيفليز اللي هو بعض الزهري عبراض الجنسية يعني أيوة اللي بيسموها كده الـ Sexual Transmated Disease أو يجي عند المرضى اللي عندهم IBD اللي هم عندهم التهابات مناعية مزمنة في القولون أشهرهم الكرونز من أشهر الحاجات اللي تعمل شرخ شرقي إذن فالمريض اللي عنده مشكلة في القولون عرضة جداً إن يجي له شرخ شرقي الـ 6 أثناء الولادة عرضة جداً إن يجي لها شرخ شرقي المريض اللي بيأكل أكل مش مظبوط فعنده إمساك طول الوقت أو إسهال طول الوقت عرضة طبعاً إن يجي له شرخ شرقي إذن هذه هي الأسباب طب الأعراض يعني العيان هي الشيك من إيه وعلي تتساوي في كل الحالات؟ لأ طبعاً ما تتساواش أولاً هيشعر بألم شديد هو نرجع تاني لتعريفه إنه جرح فهو إحساس الجرح ده هو اللي هيبقى موجود وبيحصل ووقت دخول الطويلات أثناء مرور الفضلات بيحصل الجرح ده فيحس بلسعة عنيفة جداً أو إن فيه جرح جديد ناس تقول بقى أنا بحس بحاجة زي السكينة بتعورني بحس إن فيه حاجة بتجرح الشرق من جوة أو حاجة الألم ده هيصحبه في نفس الوقت ديق شديد في الشرق الشرق حوالي عضلات مسؤولة إنها تفتح أو تقفل أثناء التبرز فمع وجود الجرح ده هي بتحاول تحمي نفسها فهتروح يحصل لها اسمه ديق وظيفة هتقفل بشكل عنيف جداً والمريض بيشعر جداً بالحكاية دي يقولك أنا حاس إن الشرق مقفول أنا حاس إن الشرق ديق ومع وجود الجرح ده هيحصل منه بعض قطرات الدم هيلاقي بعض قطرات الدم يعلى الستول نفسه يعلى التواليت نفسه هيلاقي شوية الدم في الحمام أو حاجة وهو بينشف نفسه بعد الحمام هيلاقي نقطين تلاتة دم على المنديل ده اسمه أكيوت إين الفشر أو شرخ شرجي حاد لسه حاصل حالاً إذا كان الشرخ الشرجي مزمن يعني عد عليه أكتر من ست أسابيع اتفقنا أن المريض ده هيسيب نفسه لسوق حظه هيسيب نفسه شوية لست أسابيع مش هيتعالج أو هياخد علاج غلط أو هيروح ياخد أي حاجة كده وخلاص أو ياخد يعني أي أدوية مش مظبوطة فهيتحول الشرخ ده إلى شرخ شرجي مزمن كرونيك إين الفشر علاماته إيه؟ إنه يبدأ الجرح ما يبقاش جرح حي مش جرح لسه حاصل فيحصل له فيبروزز أو تلايف تلاقي حتى جدرانه وبيضة الإيجيز بتاعته مقلوبة لتحت كده أو حاجة لما نبص عليه ومن علاماته إنه يطلع أصاده أو زائدة جلدية حت الجلدة طلعة قدام الشرخ الشرجي ده من بره ومن جوه من جوه نسميها هيبتروفك بابيلي أو زائدة لحمية خارجة أصادها ومن بره عند الشرج يطلع حت الجلدة زيادة قد يتخيل ساعتها إنه يقول أنا عندي بواسير أو حاجة أو هيحسها وهو حتى أثناء ما بيحط أي كريم أو حاجة هيبدأ يحس إن في حتة خارجة لكن دي الزائدة اللحمية لتطلع أصاد الشرخ الشرجي إذن ففي فترة ما هو شرخ شرجي حاد هيبقى عنده قلم عنيف جدا وبعض قطرات الدم اللي بتنزل مع دخول الحمام أو هيلاقيها في الأندروير أو هيلاقيها على لتيش وهو بيستخدمه وعنده ديق شديد في الشرج إذا كان الشرخ الشرجي مزمن بقله فترة طويلة هيحس بألم شديد برضو والديق ده يبقى أعنف من الألم والدم يقل شوية عن المرحلة اللي هيبقى فيها الشرخ حاد يعني طيب هيجي المريض بيشتك بقى من التاريخ وسعاد يبقى يعني ما تطوع بقاله صحيح الأدوات تشخيص إيه؟ طيب هو أولا هو لازم نعرف أنه الشرخ الشرجي ده ده يعني يتشخص في العيادة طيب هو أولا هيتشخص بالفحص الكلينيكي العادي والدكتور بيبص على المريض بس حتى البصة دي بقت مش بالعين بس كده بقى بيبص بجهاز اسمه يطلع منه كاميرا عالية الدقة اسمها كاميرا خارجية كده بتتحط على أول الشرج تصور بدقة جدا بتكبر كل حاجة 16 مرة 16 اكس فبنشوف الجرح ده بكل تفاصيله من أوله لحد آخره فمن الحاجات اللي بنشوفها المريض هيجي يشتكي من الوجع نقول له تفضل نفحص حضرتك هنبص عليه بالجهاز اللي موجود يبال لنا جدا الجرح اللي موجود نقدر طبعا ساعتها نقول له إذا كان جرح حد لسه حاصل ولا إذا كان جرح مزمن بقاله شوية وهنقدر نقول له إذا كان في حاجة تانية مع الشرخ ولا لأ لأن احنا قلنا أن الشرخ بيديق فتحة الشرج طب إيه اللي هيحصل لما الشرج يديق شوية يحصل ساكندري بايلز يحصل له بواسير نتجة عن وجود الديق اللي في الشرج ومحاولته أنه يخرج الفضلات الوسعة من المستقيم من وراء إلى فتحة الشرج الديقة فمحاولة إخراج حاجة وسعة من حاجة ديقة ده بيضغط على الأوعية الدموية فيعمل بواسير وهو أسطا مش مريد مش مريد عنده بواسير مش هيجيله بواسير لكن حصل له ساكندري للديق ثانويا للشرخ لو ما كانش جاله شرخ ما كانش جاله بواسير فنقدر طبعا نقدر نفحصه كويس ونقدر نقول له إذا كان عنده شرخ بس ولا عنده شرخ بواسير وإذا كان الديق الشرخ ده موجود نقدر نقول حتى دلوقتي دركته يعني حتى ما قاش بقوله كده في العموم ما نقدر نقول للشرخ ده ديق 40% 50% 10% وده هيقول لنا إحنا هنقدر نعمل علاجه إزاي في العملية هنوسع الشرخ ده إزاي أو هنعمل في إيه في العلاج فالتشخيص يعتمد على الفحص الإكلينيكي الفحص بالكاميرا عليت الدقة فحص العضلات نقدر نقول إذا كانت الشرخ ديق ولا لا أو الاستكشاف إذا كان في حاجة تانية أو لا كتير جدا من الناس الحالات اللي أنا بشوفها لإن أنا بيتصادف إنه المريض بيبقى مرر علي صحيح جايلي لسبب باطني لكن يسألني في حاجة جراحية صحيح كتير جدا من المرضى اللي عندهم شرخ شرجي تلاقي كلمة أنا خايف أنا خايف أنا خايف معرفش هو الكلمة دي بتكرر على لسان الجميع ليه ومأخر العلاج إيه الخطة العلاجية وزي نتعامل مع كلمة أنا خايف دي طيب هو أولا خلينا نقول إن الشرخ الشرجي ده هو أبسط أبسط الأمراض اللي ممكن تيجي في الشرق مفيش داعي للخوف صحيح هو مفوش باصولوجي مفوش مرض أصلا هو حاجة ميكانيكية حصل حاجة عملت تيرينج حاجة عملت قطع لكن مكانش في مرض مفيش مثلا مشكلة في الغدد اللي حولين الشرق مفيش مشكلة في العضلات مفيش مشكلة زي النصور أو البواسير مفيش باصولوجي أصلا هو حاجة لسوق حظه إنه جاله إمساك فحصل له قطع يعني فهو أبسط حاجة ممكن تيجي من أمراض الشرق للمريض الحقيقة والخطة العلاجية بتعتمد إذا كنا في أول ستة أسابيع هناخد بعض الأدوية اللي بتحتوي على النيترو جليسرين والنيترو جليسرين هيعمل ارتخاء في عضلات الشرق وفي نفس الوقت يخلي الدم يروح أكتر ناحية الجرح ده فالمريض يتحسن لدرجة إنهما في التكست بوك يقولوا عصر ما قبل النيترو جليسرين في العلاج وعصر ما بعد النيترو جليسرين في علاج الشرق الشرق فالفرصة الزهبية إنه إنت عندك ست أسابيع من حدوث المرض ممكن تتعالج بالدواء بدون إغمالية من العملات ولا أي حاجة ولا نروح في أي حتة وناخد أدوية مظبوطة تخف أدوية تعتمد على اللاكستيفز الملينات عشان نعليج الإمساك أو لو كان طبعا الإسهال هنعالجه بعض الأقراس المرخية للعضلات وبعض الأقراس اللي بتخلي الدم يروح أكتر ناحية الجرح المريض يتحسن وبأكواس جدا طيب ده المريض الأولاني المريض الثاني اللي عنده الإصابة بالشرخة أكتر من ستة أسابيع أكتر من شهر ونص ودول كتير جدا وعاز أقولك إن المرضى دول بيجوا بعد سنتين وتلاتة واربعة لأنه هو بيعتاد على الألم والجرح بيتحول من حد إلى مزمن فيبقى الألم أقل ادي أكتر لكن الألم أقل فيبقى يتوجع مرة خد مسكن خلاص بتعود على كده المريض اللي عنده شرخ شرجي مزمن ده مية في المية محتاجة يعمل عملية في منتهى منتهى البساطة أولا كنا زمان نعملها بطريقة جراحية تقليدية وحتى عايز أقول إنها حتى بطريقة جراحية تقليدية كانت عملية سهلة الحقيقة لكن دلوقتي بقت في منتهى منتهى السهولة كانت تعتمد على استقصال الشرخ اللي هو الجرح المتليف عشان نحوله إلى جرح حي ونشيل حتة الجلدة اللي خارجها من برة وكنا نقطع حتة في العضلة الداخلية عشان الشرج يوسع شوية ده كان زمان التكنولوجيا كلها بقت في إن إحنا ما نحطش المريض ده في ريسك أبدا من حكاية توسيع العضلات فبقنا نكوي الشرخ باستخدام الليزر زي ما بيحصل حالا إحنا دلوقتي دخلنا بالمنذار وبعدين تطلع أشعة من على بعد تكوي الجرح اللي موجود بتاع الشرخ الشرجي فهتحوله إلى جرح التأم خلاص المنذار دخل وبعدين تدخل قسطرة الليزر من على بعد حتى ما فيش حاجة بتلمس المريض تكوي الشرخ الشرجي فأصبح جرح ملتأم في نفس اللحظة اللي إحنا شغالين فيها طب هنعمل إيه بقى في الديق؟ كنا زمان نعمل قطع للعضلات دلوقتي يبقى نعمل إطالة للعضلة دون قطعة فأصبح الرزق أو الخطر إنه يحصل ثلاث براز أو عدم تحكم في براز بعد العملية زيرو في المية طب هل هو زيرو ولا يعني ممكن بعض الحالات يحصل لها؟ لا زيرو في المية يحصلش أبدا أبدا لأن العضلات بتفضل سليمة زي ما هي وبالتالي العملية دي بقى تتعامل إذا قلت خمس زائق فهو أنا ببالغ ما داخدش خمس زائق الحقيقة أقل من كده تتعامل ببنج موضعي بالكامل بالكامل يعني بلوكال الفلتريشن مريض صاحي وواعي و لكننا هنشيل درس كده أو حاجة فنحقن حقوقنتين للبنج الموضعي حوالين للشرخ الشرجي نكوي باستخدام الليزر ونشير الزايدة الجلدية باستخدام الليزر ونوسع الشرج دون قطع العضلات فأصبح المريض ده حقيقي لو عملنا مريض في أول اللستة فبعد نص ساعة ساعة هو ماشي في المستشفى خلاص بان قدم تاني خالص وماشي ولا متوجع ولا اي حاجة ويروح شغله بدون ما ينعمل فيه يعني ولا زمان ولا الحشو ولا الفتيل اللي كنا بنحطه ولا الغرز ولا الحاجات دي كلها فالحقيقة أصبحت حاجة في منتهى منتهى البساطة طيب هذا المرض الذي وصفته أنه مرض هو الأسهل والأفضل بين مجموعة أمراض الشرج أسلوبه العلاجي في الحالة الحادة دوائي وبسيط في الحالة المزمنة عملية بتكنولوجيا عالية جداً بتتم في أقل من خمس داية صحيح طيب ايه المضعفات اللي تحصل لما يهمل دي يعني الكلام عنه يعني ماشي فيه إطار البساطة ويعني حاجة بناين لكن المضعفات ممكن يقلب بكارسة صحيح آه وسؤال حلو قوي الحقيقة هو هو احنا اتفقنا أنه جرح تعالي نحط على الجرح دا كل المضعفات اللي ممكن تحصل لأي جرح عادي أولاً الجرح يتلوس ويحصل يبقى infected wound فيعمل خراج زيه زيه أي جرح هيبقى اسمه خراج بجوار الشرج الخراج دا هيعمل نصور الشرجي ومن أكتر الأسباب المسببة للنصور الشرجي هو الشرخ الشرجي يقلب بمشكلة دا يعمل نصور وإذا عمل نصور فبدل ما كنا هنعمل عملية فبنعمل عمليتين يعني بدل ما بنيوني الحاجة بسيطة هنعمل صحيح حاجة بسيطة لكن بيبقى يعني نعمل إجراء أكبر شوية تاني حاجة إن الشرخ الشرجي دا قد يتحول إلى وقدر ساميه pre-cancerous lesion إذا تحول الشرخ الشرجي وعمل chronic irritation لفترة طويلة والجرح دا موجود ونعالجه ويلتهب ومن أهم الأسباب اللي ممكن تعمل squamous cell carcinoma أو نوع من أنواع السرطان داخل الشرج أو حول الشرج هو الشرخ الشرجي فتخيل إن إحنا بنتكلم من إنه جرح هنعالجه سواء بالدواء أو بعملية صغيرة جدا إلا إن إحنا ممكن نروح في موضوع تاني خالص يعني الحقيقة فيحصل مضاعفات كبيرة من حاجة صغيرة جدا وعشان كده الحقيقة كانت مقدمة الحلقة ممتازة إنه ممكن يحصل فعلاً نار حقيقي من مستصغر الشرر يعني طب دلوقتي أنا أقول إيه للناس اللي عندها شرخ الشرجي وخصوصاً اللي برضو عنوانهم الرئيسي في تعبيراتهم أنا خايف أنا خايف أولاً ما تخافشي حقيقي ما تخافشي لأنه فعلاً عندك حاجة بسيطة جداً المريض هيتخيل إنها حاجة كبيرة جداً لأن الألم بتاعت شرخ الشرجي هو من أكبر الألم اللي ممكن تحصل يعني هقدر أقول إن اللي عنده سرطان في الشرج مش هيتوجع قد اللي عنده شرخ شرجي فهو بيتخيل إن عنده حاجة كبيرة جداً وكل ما يدخل حمام هيتوجع وهو قاعد على مكتبه هيتوجع وهو سائق في عربية هيتوجع فهو طول الوقت بتخيل إن عنده كرسة كبيرة وهي في الحقيقة حاجة صغيرة قد كده جرح صغير نقدر نتعامل معاه فأولاً يعني فعلاً موضوع بسيط فما يخافشي تاني حاجة إنه المريض إذا جاز لنا النصيحة نقوله إنه لازم أكله يبقى سهل يعني لازم يأكل أكل لا يعمل له إمساك ولا يعمل له إسهالي يأكل جرينز أكتر الخضار والخضروات والحاجات اللي زي كده ما يكلش الفكهة اللي فيها بزور أو ما يكلش بزور الفكهة زي البزر اللي جوا الجوافة زي الرمان مثلاً من غير ما يصفيه الناس دي بتبقى عرضة أكتر للإمساك زي التيني الشوكي مثلاً في الصيف يعني من الحاجات اللي بتبسط بها قوي لما بشوف موسم التيني الشوكي ده بعرف إن إحنا دخين على شغل كويس يعني أنا بحب الحاجات العربية أو الله بجد العربية الحقيقية بقى إما تيني الشوكي أو بطاطا يعني العربيتين دول أنا في رأيي إنه هم من أجمل العربيات اللي في العالم أو دورة مثلاً أو دورة هي الدورة مش لازم تقول على العربية ممكن وبفارش على قفص كده لكن اللي لازم يبقى على العربية هتلاقي حاجتين تيني الشوكي وبطاطا صحيح والإتنين مفيدين والعربيات دي محدش شيلة يا جماعة أرجوكم معلش أنا أعسف أنا عارف إن بقى إفعاد الجهات تقول لي يا عم انت فلكوا بالكلام ده بس العربيتين دول بالذات المفروض نديرهم تصريح ما يشلوش لا في الكلور حالي نستالجيا كده يعني حسناً اه طبعاً يعني لا وبعدين مفيدين يعني البطاطا مفيدة والتيني الشوكي مفيدة والتيني الشوكي مفيدة والتيني دول ما ينفعش يتاكلوا لما العربية صحيح 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 هو أطعموهم في العربية وتيني الشوكي محمي يعني من الصعب اللي هويت تلوِّز صحيح 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 والبطاطا جميناها في النار برضه من الصعب يحصل فيها س hijoенить صحيح صحيح فما يكلش الحاجات اللي فيها بزرعة على قد ما يقدر لأنه عرضة للإمساك فممكن يحصل له إمساك من الحاجات الي شكدا الحاجات المقلية بزيت كتيرة مثلاً French chicken والرافض اللي زي كده من الحاجات برضو الصعبة قوي الشطة والبهارات والحاجات اللي زي كده برضو من الحاجات الصعبة فيعني ازا كان عندك مشكلة في الهضم فيعني نخلي بالنا ويعني نبقى لطاف كده ونأكل اكل سهل على جهازنا الهضم يعني هسألك بقى اسئلة سريعة كده وتقول لي آآ مين الحالة اللي بيبقى شارخ شارج تقول لي الفريق المعاون ويا جماعة العالة دي هتبقى الرخمة كلها الحالة اللي اترخم علينا شوية في الشرخ الشرخ المريض اللي عنده اكتر من شرخ والمريض اللي عنده زي ما اتفقنا اللي هو الاتيبيكال فشر ده او الشرخ اللي مش المفروض يطلع في المكان ده فطلع في المكان غريب غير اللي احنا متعودين عليه لازم ناخد منه عينة وبنبعثها للتحليل البصولوجي وبنستنى نتيجتها وفي الاغلب بيطلع سبب من الخمسة اللي قلناهم من شوية ولازم يتعالج معها هو كمان لازم الامراض ما بتتعبناش على قد ما التصرفات الانسانية هي اللي بتتعب يعني ما بتهيلش نحن بنقابل عمليات صعبة قوي في الحتة دي لكن بنقابل مرضى صعب يغيروا سلوكهم يعني اذا كان بيأكل اكل تقيل قوي فبتقول له خلي بالك من الاكل فلا اكمل مرضى مثلا اللي يبقى يأكل كمية من الشطة العنيفة جدا جدا وهي تعباة وكل حاجة وبعد العمليات نقول له بس خلي بالك يعني بالراحة وبتاع وهو برضو لا ما يرجعش عن اللي بيعمله او الناس اللي بتاكل فاست فود كتير طول الوقت ومصمم على اللي بيعمله فهدي يعني الامراض ما بتتعبش لكن تصرفاتنا احنا كمان قدمين هي اللي بتتعب شوية الحقيقة يعني عندما يأتي حالا شرخ شرجي وبواسير هنعالج الاتنين في نفس الست ولا بتقدم واحدة على التانى نفس الوقت ومن الحاجات الاطيفة نفس العملية نفس العملية طبعاً ومرضى كتير بيبقى عندهم الحكاية دي وتمن الحاجات اللطيفة حتى ان الفايبر بتاعت قسطرة اللي بتعالج الشرخ الشرجي هي نفس الاطblicة اللي بنعالج بها البواسير بتبقى حاجة لطيفة جدا ان نقدر نعالج بها كل اللي موجود وهو بنج واحد وحتى إذا كان عنده بوسير وشرخ وأغلب المرضى بيبقى عندهم كده فهي نفس تقريباً الوقت يعني إذا قلنا الشرخ هنعالجه في خمس دقيق فالبوسير كمان نعليجه في خمس دقيق فالعملية كلها بتوضع عشر داير وبسيعة يعني مريض اللي عنده شرخ شركي وعنده انفلاماتري باول دزيز اللي هي الأمراض المناعية اللي افتهابية في الجهاز الهضم هل له وضعية خاصة هل بيبقى أصعب في التعامل مع الأنسجة ولا هي هي أصعب شوية الأنسجة فرايبول شوية يعني الأنسجة بتبقى ما عرفش نقولها إزاي فرايبول يعني من كتر الالتهاب بتبقى ممكن تتهرتق بالزبط تتهرتق دي لغة عربية فصحة أيوة يعني الأنسجة ضعيفة ضعيفة نسج ضعيف بشي على فكرة الترجمة الحرفية اللي هي في اللغات نحلة تتهرتق فعلا دا حقيق تتهرتق يعني سهل إنها تتقطع يعني زي القماشة الدايبة كده صعب الشغل فيها صعب صعب جدا والصعب إنه إن إحنا بنعالج حاجة سببها مش كان حاجة عادية سببها حاجة لازم تتعالج الأول فالمريض دا لازم يعالج الهجمات بتاعة القولون بتاعته بشكل مع العمليات يا قبل العملية يا بعد العملية يا وقت العملية ويفضل طبعا إنه يبقى قبل العملية بحيث يبقى القولون أهدى شوية أو هجماته أهدى شوية فما يبقاش فيه صعوبة على المريض في فترة الريكوفر يعني والحقيقة إن فترة الريكوفر اللي بعد العملية دي هي فترة في منتهى البساطة يعني انتفقنا إن العيان دا مش هيكون فترة طويلة لا في البيت ولا غايب عن شغله ولا حاجة وكل التكنولوجيا اللي في الحتة دي هي أيما على الكواليتي أوف لايف إنك زي ما هو في الجراحة كنا هنعمل برضو وكان هيتحسن بس هي الفكرة في إنه ما بعد الإجراء حياتك شكلها إيه؟ يعني طريقة حياتك تعبان وموجوع وحؤن ومسكنات وكلام زي كده ولا لطيف وتاني يوم بتروح شغلك وبتبقى أحسن يعني نور وشرفت عسعدتنا في هذا الحوار الممتع البواحدة أنا عايز أقول لك كم الناس اللي أنا بشوفهم عندهم بيشتكوا من فشر وجملة أنا الآن أنا خايف دي أنا باستغربها جدا في ظل التكنولوجيا والتقدم العلمي الواحدة من أجمل العمليات اللي سفتت من الليزر في الوقت الحالي وحتى بالأساليب الجراحية الكلاسيكية لكانتش عملية يعني شديدة صعوبة يعني لكن ما ينفعش إن أنت تعيش متألم ما ينفعش تعيش بواحدة من المشاكل اللي ممكن تقلب المشكلة أكبر عنوان مهم جدا معظم النار من مستظر الشر ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع في هذا المجال الأساس دكتور محمد مجد النجار عضو كلها الملكية الجراحين بإنجلترا المدير ومؤسس لمؤسس عيادات هيمو كيور والمحاضر الدولي المدارب المؤتمر للإجراحات الشرج والمستقيم الصديق والزميل العزيز نورت شكرا كالعادة الليكم مع الناس الحالوة